موسيقى الصنف الثاني الذي تشهر هذه السنوات ونقص قليلا دفاع الذي تسمعه كثيرا وهو دروب شبان الذي في العربية هو إحالة شحن يعني أنت لا يكون لديك شيء مونتاج أنت تدير غير تسويق وتعطي الملومة للزبون الذي يشهر لك لأحد مصنع أو جمال وهو يتكلف بعملية الشهن إذا كنت تلقى موردين أو مصنعين الذين لديهم مونتاجات بوافرة يوفروا مثلا المونتاج بواحدة مثلا خمسة دولار مثلا خمسة درعة مغربية وأيضا يقول لك أنا أستطيع أن تشحن لك فيما أريد إذا كنت تقدم لك المونتاج تضع للمتاجة إكتروني في دروب بيفاين تضع تصوير المونتاج تضع لعبته وتضع لإشهار وتحسن الثمان في حالة أنت سيخرج كلها مثلا هذا المونتاج بخمسة درهم تضع للمورد أو هو سيبيع بخمسة درهم الشحن له مثلا لأمريكا أو أي مكان في العالم مثلا خمسة درهم أيضا قيمية درهم ثم تضع لك تكاليف للإعلان لك أنا هذه المبيعة لكي أجيبها من فيسبوك أو من انستغرام أو أي منصة مثلا سيكلفني خمسة أو عشر دولار نقول لك نحن عشر دولار قيمية درهم أو قيمية دولار قيمية درهم ثم نضع لها الربح الصافي هو مثلا 50 درهم ونضع المونتاج بـ 250 درهم أنا المونتاج سأشرح عند الموارد 50 درهم ولكن سأضعه بيعه بـ 250 درهم يأتي السيد في أمريكا مثلا يدخل المتجرة إكترونية يرى المونتاج يشري يخلصك 250 درهم تأتي لك تشد 250 درهم وتخلص الموارد 50 درهم و 50 درهم وشهد الموارد 60 درهم أو في أي مكان أخر يهز المونتاج ويسفل الخاصة من أمريكا في أمريكا في حالة أنت أنتضفت لي ولكن لا تضعي إيجابيات تضربك من الضابة من المخاطر لأنك لم تكن منتاج أنت لم تكن منتاج و لن تنبغي و لن تطبق ولا تحتاج أن تبع الملجر الإكتروني وتبع الإشهارة وتضعك وتخلص الصيل كل مرة لكي يصفت هذا المنتج الصيل البيض الصيل الأولى الصين في التجارة الإكترونية هو أنك هذا المنتج الذي يصفت هذا المورد للكليانك لا أمورك بشيء لذلك لا أعرفوا ماذا الجودة جيدة وماذا يطابق المواصفات التي تصوق لها وماذا سيحنون لها في الوقت وماذا وماذا سيوصلون لها في الوقت وماذا سيعجبون لها لذلك كتبها شيئا بحل عينك مغمضة هذا المورد إذا لم يكن منتقله مثلا تعمل بك ويتعمل بخير قبل أن تدعم لديه مثلا مثل ما تصبح لديه هذه مثلا بحسابك هذه لديه 20 سم كبيرة وماذا لديكورات وماذا تعني بشجاج الذي يصفت لسيل لأنه أكثر مصورة يصفت لديه أحدها صغيرة أو يصفت لديها الميكا أو يصفت لديها مهرسة أنت لا تتحكم في هذا البروسس في المونتج أو كيف يعمل هذا المونتج أو الكاليته الثاني أنه لا يمكن أن تشري المونتج و تصفته عن شيء و لا تتخوص عندما تجدر إلكتروني يجب أن يكون لديك طرق التفاق مثلا سترايب بايبال إن شاء الله دروبي فاي باي الانكون في هذا السنف في التجارة الإلكترونية هو أنه غالبيات البروسسين بايمنت بروفايدرز لا يريد أن يعملوا مع الدروبشيبر لماذا؟ سأعود إلى النقطة الأولى كاليتي و المونتج لأنه لا تأجير حقيقي لا تأجير لا تأجير و تبقى تساولين الناس من المونتجات و تدفلوهم و تعطيهمهم و تأخذهمهم المشكلة الثانية في الدروبشيبر هو منصات التواصل الاجتماعي لا يحملون الدروبشيبر لا يحملون الناس الذين يستطيعون الدروبشيبر لماذا؟ لأن لديك من المونتجز لأنه تصيرا عن المونتج لا تزيل غالبا من أخبرين يقول لا 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 وماذا يفعل؟ يتشكلك الفيسبوك المرة الأولى ليس مشكلة ثالثة الرابعة الخامسة يهبط ونحن نعيب فيسبوك بمية هذا الصور الصور هو نقطة لاباجك كمتجر فيسبوك لا يوجد أن تهبط لا يوجد 8 إعلانات يخرج لأن فيسبوك تقول لك أنت لديك مشاكل في التجارة النقطة الثانية سوف يهبط ونحن نقطة اضافة ونحن نقطة في المنصة لا يمكنك تسدوك المنصة الإعلانية ويسدوك الحساب ليس الحساب الشخصي ولكن الحساب الإعلاني يعني لا يمكنك تقوم بإشهار كيف ستبيع هذا المنتج؟ سيكون صعب بثاف لأنك إشهار في المنصة النقطة الرابعة والأخيرة هي الحساب حساب تحديث إذا كانت تبعت معي سألت المنتج 50 درهم سألت المنتج 50 درهم سألت المنتج 50 درهم سألت المنتج 50 درهم إذا كانت معلم على صراحة 20 لذا سألت المنتج 25 درهم وإذا كانت تتبعت هناك حسابات المنتجة أمنا المنتجة من المنتجة مثلا إن أنت حساباته سألت المنتجة مثلا كيف سألت المنتجة ما نريد حساباته ثم سألت المنتجة ثم تحويلات المالية سألت المنتج بحل السملاة والبيون مثلا نقع على البنك المحلية في المغرب أو في الدولة في نساكن ينسي لك عمولة الصرف وعمولة تحويل الأموال اليابان ستتحفى 1.5% والمشكلة لك أن تكون لديك فلس لا يدخل لك هنا في المغرب يجب أن تشربهم إعلانات و تشربهم منتج عندك سيد ثم عمولة تحويل 1.5% فهذا تحويل عمولة تحويل عمولة لكي تسلي المنتج في السنة الخامسة في Dropshipping ستتحفى الفلوس إذا تدخل الفلوس في Stripe أو في PayPal في واحدة لوقتها ستدخل لك على المغرب على المغرب المغرب على المغرب وكيف يقول لك؟ أعطينا الفاكتورة لكي تسلي المنتج وغير الأوقات ستحولك على ترانزاكسين ستكتب في PayPal لكي تحويل مشاكل واحدة أو ثانية، ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة لوقتها PayPal هذا يقول لك لا تستطيع بقي يقول لك بحركة نتيجة الجملة PayPal لا تستطيع بيزنس ويديو يعني PayPal لا تستطيع معك تجارة المشكل من ت lurى لم يتدخل الضغط على المغرب سيكون لك تدخل الفلوس على ست شهور ماهي مرات اللعبة تدخل الفلوسfyهم ماهي مرات تعد العمل نفس نفس الحاجة في Strype ولكن بنكرة السلبيات أحب أن نبدأ للسلبيات لأنه هناك الكثير من المشاكل في Dropxy الإيجابية للدروب check كم شرحت هو أن أنت تستطيع تضيط بدون المخزون وتستطيع تخدم بكثير من تجدات دقة تستطيع تتضيع بكثير من الكاتجوريات تبدأ بمنتجات طنوبيلاتك ومنتجات مكياج ومنتجات الشعر ومنتجات حتى تتلقى المنتج الذي يعمل لك ولكن السلبيات اختار بثاف هذا مكان لذلك سنفتاني للتجارة الإلكترونية وكل شيء يسمى بيع وثاني وهو الكاش اندين ليفري ولكن هتكون كثيرا بثاف بـ COD شكرا